سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية التعاون بين الاتحاد البحريني والاتحاد الدولي لكرة السلة بما يساهم في دعم جهود الاتحاد البحريني للارتقاء بمنظومة اللعبة الفنية والإدارية والعمل جنبا إلى جنب في سبيل تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات التي تلبي احتياجات كرة السلة البحرينية وأشار سموه بزيارة وفد الاتحاد الدولي إلى البحرين والتي تعكس ما يجمع بين الاتحاد البحريني والدولي من علاقات تعاون وثيقة ساهمت في تنفيذ العديد من البرامج التطويرية التي كان لها انعكاسات إيجابية على كرة السلة البحرينية موجها سموه الاتحاد البحريني لضرورة الاستفادة من البرامج التي يطرحها الاتحاد الدولي والتي تؤمن التطور المستمر والتصاعد لكرة السلة البحرينية وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن كرة السلة البحرينية ظهرت في الفترة الماضية بمستويات بارزة على مختلف الأصعدة ولفتت تلك المستويات الأنظار نحو المنتخب الوطني ويمكن للاتحاد البحريني تعزيز هذه الإيجابيات من خلال إحداث نقلة نوعية بارزة عبر الدخول في شراكة مع الاتحاد الدولي هذا وتسلم سموه هدية تذكارية من وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة ومن جهته أشاد وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة بما لمسه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من إيمان بأهمية الارتقاء برياضة كرة السلة في مملكة البحرين والتي حققت إنجاز طيبة في الفترة الماضية مؤكدا أن الاتحاد الدولي على استعداد تام للتعاون مع الاتحاد البحريني في سبيل تنفيذ رؤيته وستراتيجيته للنهوض برياضة كرة السلة اشتركوا في القناة